موسيقى مساء الخير الشكوى لغير الله مذلة لكنها أمام حزبه وضعت الإصبع على الجرح وكسرت قاعدة تخليها بالقلب تجرح وما تطلع على بر أو تفضح والأهم في ذلك أن كلام الهمس بدأ يعلو فكانت له أذان صاغية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أوكل ملف مكافحة الفساد للنائب حسن فضل الله وعلى هذه المهمة يقوم نواب الحزب بجولات ما بعد الانتخابات لرد الجميل وأحصاء المشكلات التي يعانيها أهل الجنوب بحسب ما قال فضل الله للجديد حيث سمع في القاعات بشهادة تسجيلات ما كان يقال في مجالس الأمانات خطوة تحتسب على طريق الألف ميل في ملف جند الكل نفسه لمحاربة آفته وحتى اللحظة لم تسطر مضبطة اتهام بحق فاسد أو مفسد على الرغم من ضبط أغلبية الفاسدين بالجرم المشهود حكوميا ثبت بالعين المجردة اللابوادر حل حلا في المدى المنظور إذ يستعد الرئيس المكلف سعد الحريري لإحياء عيد الأضحى برحلة عائلية خارجية برصة التسريبات عادت وارتفعت اليوم إلى مستوى من يريد إرضاء غيره بحقيبة من كيسي غيره وكمن يضع العصية في دولي بالتأليف وافقت عين التيني على إعطاء معراب وزارة سيادية وذيلت موافقتها بحذار الاقتراب من حصتي والأمر نفسه ينطبق على إسرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات في احتكار تمثيل طائفة الدرزية بجرعة دعم من بر أيضا وفي ذلك رسالة مبطنة إلى من يعنيهم الأمر أن الوكالة الحصرية لإدارة شؤون الدروز في لبنان وسوريا هي لجملات أو لا أحد وأن التمسك بمطلب الوزراء الثلاثة ما هو إلا تكريس للزعامة الدلع السياسي المحلي يترافق وتطورات عابرة للحدود تبدأ من حسم معركة إدلب ولا تنتهي عند الحرب النفسية المندلعة بين واشنطن وطهران فالرئيس الإيراني قال لا حرب ولا تفاوض مع أمريكا والولايات المتحدة تهول بالحرب وتستبعد المواجهة مع الجمهورية الإسلامية وغدا تقمة قزوين التي رسمت الخط الأزرق وجعلت البحر المغلق مفتوحا أمام الدول المطلط عليه فقط فأن تركيا ستستضيف قمة المعاقبين والتي ستشارك فيها روسيا وألمانيا وفرنسا العنوان المعلن للقمة المرتقبة هو التسوية في سوريا وإعادة الأعمار وإنهاء ملف النازحين لكن العنوان الأهم هو الحرب الاقتصادية التي يخوضها ترامب وكيفية الرد عليه في وقت باتت كل الرقاب تحت مقصلة الدولار ترجمة نانسي قنقر